أهلا بحضراتكم من جديد وفاقرة تريند التريند تريند التريند في هذه اللحظات عبر السوشيال ميديا أخبار فريق الأهلي والاستعداد لمباراة كايزر تشيفز في نهاء دور الأبطاء نهاء الحلم البطولة العشرة يا رب بإذن الله لكن عشان نطمئن على البعثة وأخبار الفريق ومن النهاردة بدأ بقى التحضير الفعلي في الأراضي المغربية استعدادا لخود المباراة على مركب محمد الخامس يوم السبت القادم لذلك في هذه اللحظات أطير مباشرة إلى المغرب مع الزميل العزيز كريم أحمد مفد قناة الأهلي موجود مع البعثة منذ الأمس وكل الكواليس والأخبار والماتيريالز هتشوفوه من خلال زمننا كريم دلوقتي ودي تخطية خاصة وحصرية يمكن مجهود جبار بتقوم به البعثة الإعلامية لقناة الأهلي ودائما وأبدا الكواليس دي مش هتشوفوها بهذه الاحترافية إلا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز محمد كل التحقيق ولكل جمهور النادي الأهلي طيب وإنت معي يمكن أنا شايف لقطات من الدار البيضاء فندو الإقامة موجود تحديدا في المدينة العطيقة أو تحديدا في المدينة اللي تقدر تقول فيها يعني معالم والحضارة بتاعة الدار البيضاء وكذابلانكا مكان مميز جدا معقل كمان جماهير نادي الوداد يديني بقى الصورة وأنا قدامي دلوقتي شايف لقطات مميزة جدا من الأراضي المغربية وطبعا المغرب دائما وأبدا من الدول الجميلة الرائعة واللي شعبها دايما شعب ودود بيحب المصريين جدا وإن شاء الله تكون كل الأمور عندك عبي خير بإذن الله لكن يعرف منك الكواليس والأخبار وأنا حتى كمان شايف فيو من فوق الأوتيل جايب كل حاجة في كذابلانكا زي ما والطرق يا جماعة زي ما انتم شايفين دلوقتي على الشاشة قدامي وكريم هيشرح دي المدينة العتيقة ده أبرز مكان في المغرب بتتكلم على الحضارة والميناء الموجود في كذابلانكا في المغرب فبجد شكرا جدا على هذه اللقطات يا كريم ولكل طاقم العمل سواء يحيى مدير التصوير أو داكروري وكل التفاصيل بقى إحكيهننا وولينا الأخبار عندك في المغرب بالنسبة لهذه المباراة في البداية طبعا زميلي محمد انت عارف طبعا متتواجدت أكتر من مرة الحية هنا في المغرب لتقتياط عديدة طبعا مع فريق النادي الآلي وعارف الجمال والحيوية هنا والحضارة والممكن المناظر الرائعة جدا هنا في المغرب والحية كمان فنده لقامة في مكان مميز جدا يعني فنده لقامة النادي الآلي المستمر في نزوله طبعا خلال السنوات الماضية المكان رائع ومميز جدا وممكن كمان لقطات عديدة جدا هتشوفها محمد طبعا وكل جمهور النادي الآلي هي تابعها لحظة بلحظة من خلالكم من خلال شاشة قناة النادي الآلي مرورا بالأيام إن شاء الله حتى موعد المبرامة مع التدريبات وكل الكوليس اللي جمهور النادي الآلي بينتظرها بشكل كبير جدا على شاشة القناة النادي الآلي الأجواء هنا في المغرب رائعة ومميزة جدا معقل الوداد بالتحديد وكل الحقيقة جمهور الوداد وجمهور الرقائق اللي بيقابلنا بيتمنىنا التوفيق بيتمنى أن الفوز الكل عنده حالة تفاول كبيرة جدا بالنسبة طبعا للجانب المغربي لكن التفاول بالنسبة للجانب الآخر والجانب النادي الآلي تفاول بحرص كبير جدا مع تركيزه ويمكن جهد كبير جدا بيبذل بمجلس إدارة النادي الآلي من البداية أنت عارفة محمد طبعا رحلة استغرقت خمس ساعات وصلنا إلى فندو الإقامة والأمور كالعادة طبعا كانت مرتبة ومنظمة بشكل جيد جدا فندو الإقامة مميز بيساعد كل اللعيبة وبيساعد الجهاز وبيساعد كل طبعا البعثة بيئة الكامل لليه التركيز فقط لغير فيه الأمور الإدارية والأمور الفنية لبيتسو موسيماني تحديدا ومنها بقى تنطلق النهاردة طبعا اليوم بالكامل والنهاردة يكون كأول تدريب لفريق النادي الآلي على ملعب الكهرماء بيئة الدار البيضاء ملعب يبعد 30 أو 35 دي ملعب جايد يمكن تواجدنا أيضا فيه البطولة ونسخة المضيعة مع السفارة هنا للسفير أشرف إبراهيم اللي طبعا بنقوله خالص العزام الحقيقة طبعا كان مجهوده كبير جدا سواء تليفونيا والحقيقة كل ممكن تاقم السفارة اللي كان منتظرنا فيه المطار طبعا مطار محمد الخامس طبعا ده أمر مهم جدا حابيني أن أكد عليه مع كل المجهودات الحقيقة اللي بتبذل من كابتن سامير عدلي وكل البعثة بيئة الكامل وتحديدا مجلس إدارة النادي الآلي هنا متوجدين طبعا محمد كالعادة في فندو الإقامة ستة ونصة طبعا بقول التويتات محمد بتوقيت المغرب لأنه أنت عارف طبعا فيه فرق ساعة بين المغرب وبين مصر ستة ونصة كونة المحاضرة هنا في فندو الإقامة محاضرة ممكن تصل لخمسة واربين دي لأن موعد التحرك إلى الملعب محدد ليكون سبعة وربع سبعة وربع نقدر نكون نحن متوجدين في ملعب كهرامية الضر البيداء على تمانية لربع على أن استعد النادي الآلي بكل قوة للتدريب الأول الأمور طيبة جدا هنا لفندو الإقامة تركيز كبير من الطيارة محمد يمكن أكدنا أكتر ممرة متواجدين كل اللعيبة مركزة وكل اللعيبة عندها إصرار كل بيتكلم على أهمية المغاراة جمهور النادي الآلي الكل بيتكلم عليه الحالة اللي إحنا شايفينها قبل ملعبة النادي الآلي تستقل الطائرة الخاصة والبعثة تمطلق إلى المغرب حالة الدعم والمسندة الكبيرة اللي شايفانها من جمهور النادي الآلي إن شاء الله بإذن الله يكون مرضودها مع اللعيبة لعبتنا تكون مستوعبة بشكل كبير جدا أهمية المغاراة كايزر الشيفز فريق مميز جدا محتاج حسابات فنية كبيرة محتاج موجود أكبر لكل اللعيبة لنادي الآلي فمنتظرين إن شاء الله بإذن الله بيتسو موسماني النهاردة وغدا وبعد يكون بردت بشكل كبير جدا وقراءاته الفنية يكون مميزة كالعادة للوقوف على كل ثغرات ونقاط القوة الضعف الخاصة بي كايزر الشيفز وأيضا كمان لعبة النادي الآلي إن شاء الله تحافظ على نفسها الفترة دي التدريب اليوم تدريب الغد ما يبقاش فيها احتكاكات الكل يحافظ بس على بعض على أن تكون إن شاء الله المباراة بكل كوة يدخل النادي الآلي قائمة المباراة بكل كوة الأمور طيبة جدا محمد لسه كمان بحيثنا بكرة يوم شاق ويوم طويل أيضا وبعد غد يوم شاق ويوم طويل ممكن كمان بكرة يكون المسحة لكن لسه لم يتم تحديد الموعد بالتحديد المسحة يكون طبعا قبل المباراة بـ 48 ساعة نقدر نقول حتى هذه اللحظة آه نقدروا الفقاعة طبية لكن ستنفس بكل كوة غدا إن شاء الله محمد بنسبة لعبة النادي الآلي ده أمر مهم جدا نكون حابين نحن نتكلم عليه لأمور طيبة جدا محمد ويا رب إن شاء الله تستمر هدي التركيز وحالة التركيز الكبيرة وينقصنا التوفيق إن شاء الله محمد أنا معاك محمد لو فيها استفسرات